موسيقى 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 اسمي كثيرا لأنه رح قليك ليه يعني ما بنعرف بعضنا نحنا كممبر أفز الجوري أبدا يعني كل واحد جاي من بلد كل واحد جاي من اختصاص بعدين أنا قريت شوي السيفي تبع كل شخص كله بيعلم بجامعات كله مسقف كله عنده خبرة كتير طويلة وكتير كبيرة صحيح أنا يمكن العالم تعرفني أكتر بالمسرح ككتابة مسرح وإخراج مسرحي ولكن اليوم كمان طبعا متعرف أنه المسرح هو الأساس يعني المسرح قبل السينما ودايما لما نحنا منحكم على إداء ممثل منحكم على سيناريو هنن بالنهاية منن عالمين مختلفين المسرح والسينما يعني السيناريو الجيد بيكون جيد الفيلم المعمول منيح معمول منيح الممثل يلي بيقنعك يلي بيكون فات لقلبك هذا ما فيه واحد يعني فبالتالي كتير مهم أنه يكون هالليجوري هالقد مختلف هالقد من باكراوند إذا بدك متنوع بس كله كله باختصاصه وهيدا الأهم قديش مهم يكون هالمهرجان القاهرة مثل اللبنانية اللي بيعتمدوا عادة على المشاهير أكتر من المتخصصين ياريت ياريت يعتمدوا بلبنان يعني ياريت يكونوا شوي يشوفوا شوي أكتر كيف بتصير المهرجانات برا أنا صرت مشاركة بأكتر من مهرجان فبالتالي بلاحظ أنه هون عن جد في شيء اسمه أنه يكونوا إجري على الأرض الواحد هيدا قصة أنه نحنا من نقق أسمه ومن نقق يا لطيف أنه نجوم ونجمة وهيدا فبالتالي هيدا كلهم أنه موجود هوني هوني بالعكس في نوع من من شغل في نوع من تعاطي يومي بالنهاية أنت بتعيشي مع هالجوري بتشوفي الأفلام كلها مع بعض كون بتنقشوها من بعد كل فيلم أو كل فيلمين بنعمل نقاش صغير ما في حدا عنده محسوبيات يعني هيها ما فيه وصايت بتي في هيك سؤال بيغلب قلبي ليش دايما الأفلام اللي بتنزل بالمهرجانات ما منشوفها بالسينما وبتكون أفلام جيدة هل في أفلام للتجارة وأفلام للمهرجانات هيدا سؤال شوي يعني صعب في أفلام يمكن صعبة شوي للجمهور العريض ولكن أنا بالنسبة لقلب يعني يعني بتحرز بتحرز لأنه بالنهاية اليوم كل فيلم هو قصة حدا شخص عنده شي يقوله هال مضمون كتير مهم بأي قالب بيحطه كيف بيصور شو السيناريو هلا في أفلام يمكن بتي كمان شوف الجمهور يمكن الجمهور بيلتج إلى الأشياء السهلة أكتر الكوميدية أكتر الأشياء الخفيفة لأنه ما تنسي نحن عنا بلبنان عنا همومنا اليومية يعني هو إذا بدك المسرح أو السينما انترتينت من أكتر بينما ببلاد مرة لا لأنه ما عندون هيدول الهموم التقلي اللي إحنا منعيشوا كل يوم الجمهور يمكن بيقدر فبالتالي ممكن فيلم يكون منو تجاري أو منو جران بي بليك وتشوفي مشي وأخد جوايز وعرفته وحبوه حبو الجمهور بالنهي هيدا هلأ أنا بالنسبة لإلي بلاقي إنه عنا نقص بالثقافة المسرحية بلبنان هيدا يعني الجمهور دايما بينشد للإشياء يلي بينعمل لها بروباغندا هيدولي ناس ما معهم يمكن مصاري يقدروا يعملوا هالمتركاج الإعلامي هالدعايات ما تنسي في قصة الميديا في قصة التليفزيون يلي بيروج لفيلم أكتر من فيلم هيدا كله لعبة إنتاج ولعبة أوقات المخرج إذا ما بيقولوا مثلا ضهروا قوي يعني إذا ما عنده حدا داعمه مديا ما بيقدر يوصل فمش يعني فيلمه منو جران بي بليك أو فيلم كل فيلم تقطع بطاقة وتفوت وتحضري هو فيلم كوميرسيال يعني اللبنان صار مبرهن بأكتر من بلد قديش أخدنا جوائز عالمية بس أكيد يعني الأصداق عن الأفلام اللبنانية عم بيكون كتير جيد داعم لما نوقع الفيلم يعني بينعمله سيلكشن للمهرجين يعني هو عنده معايير بتخليه بتخوله أنه يكون بمهرجين طيب أجلت مسرحيتك بسبب الظروف الراغنة بلبنان هلأ كل يلي مقاجلين إفنتاتهم وأمورهم رجعوا كملوا لأنه هاي قطر رح تطول هيك شوها بالآخر مستقبل هالمسرحية رح ترجع تعرض كل وار كل وار الفراج رح ترجع تعرض بس المسرح مختلف عن يعني الباقي الفنون لأنه بدك شغلتين لو واحد يروح على المسرح أول شي الطرقة تكون سليمي والجو سليم يعني مش يروح بيته على المسرح وما يعرف متوتر ما بيعرف حاله إذا فيه توتر بالشارع ما بيمشي الحال لأنه بالمسرح المشاهد بده يتنقل وتاني شي بده الواحد يكون فيه سيولة يعني اليوم ماديا العالم مخنوقة فبالتالي ما قدرت لليوم حط موعد للمسرحية وما في ولا مسرحية تانية حطت موعد افتتاح يعني الاشياء اللي عم بتكمل هي يمكن عرض أو إفن ما لنهار أو لنهارين بس بس تبالش مسرحية وتعلني عن تواريخ وتبالش بيع وتبيعي حفلات قبل بوقت ما فيك تفوتي أنا قراردي كنت بيعي تقريبا 11 حفلة قبل ما فوت يعني لما بلشت الثورة وياللي إن شاء الله تكون إيجابية للبلد وأنا كلني تفاقل وياللي صار مبارح كتير حلو بلبنان على عيد الاستقلال إن شاء الله أكيد نوصل لشي حلو وساعة العالم ترتاح وبنرجع مبلش المسرح كلمة أخيرة لللبنانية اللي عم يمرقوا بها الظروف الصعبة بدتي منك أنت الإنسان المثقفي يلي ملمي بالمسرح بالإخراج بالكتابة يعني عنديك سقافة كبيرة بتعرفي المسرح هو لغة الشعب شو الكلمة بدك تقولي لهالناس اللي عالطريق؟ نحنا بلبنان معروفين بنضالنا يعني قديش كم سنة حرب ما استسلمنا فبالتالي قديش صعوبات أنا عم بحكي بشغلة المسرح السينما قديش كل هالأشخاص بيشتغلوا في فن في عندهم عرائيل ما عم بيستسلموا فبالتالي لازم نضلنا إيد وحدة وما نستسلم اشتركوا في القناة